تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليثة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا هذا اليوم من الرئيس رأوفين ريفلين رئيس دولة إسرائيل وقد هنأ الرئيس الإسرائيلي خلال الاتصال جلالة الملك المفدى بالعيد الوطني وذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم شهد بتطور العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وعبر عن أمله في أن يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره لرئيس دولة إسرائيل على هذا الاتصال وأكد جلالته حرص مملكة البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها